وعلى هامش اجتماع صحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية التقى الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ فهد اليوسف سعود الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة حيث اشهد معالي الوزير بالعلاقات التاريخية والاخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين والحرص المتبادل على تعزيز افاق التعاون الامني في مختلف المجالات وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والمسائل الامنية وتعزيز الجهود المشتركة لتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير التعاون والتنسيق الامني وتعزيز الامن والاستقرار الاقليمي رافق معالي الوزير خلال زيارته سعادة سفير مملكة البحرين لدى دولة قطر الشقيقة ووكيل وزارة الداخلية وعرد من المسؤولين بالوزارة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة